استخدام الإيد الشمال أو اليد اليسرى عند الأطفال معظم الأطفال بيستخدموا إيديهم اليمين والشمال بنفس القدر ده في الأول يعني في الشهور الأولى وتحديدا لغاية شهر السابع بيستخدموا إيديهم اليمين والشمال عادي بعض الأطفال عند نهاية الشهر الثامن نهاية الثامن يبتدوا يفضلوا أحد اليدين يعني يبتدوا يفضلوا استخدام الإيد اليمين مثلا أو الإيد الشمال ده بعض الأطفال مش كله بعض الأطفال وإمتى عند نهاية الشهر الثامن بعض الأطفال التانيين لا يظهروا هذا التفضيل حتى نهاية السنة الأولى يعني لغاية السنة الأولى تلاقي إيديهم اليمين والشمال شغالين زي بعض بالزبط لكن بعض الأطفال بعد شهور ده أطفال تانية بقى بعد شهور من تفضيل إيد معينة بيرجعوا يفضلوا الإيد التانية بشكل أساسي الأطفال محيرين جدا في هذا الأمر أنا ليه بقول لكم المعلومة دي بالأحوال المختلفة دي لأنه من المبكر قوي أنه خلال شهور نحكم على الطفل ده إذا كان هيبقى أشوال ولا أيمن يعني بيستخدم إيده اليمين بشكل أساسي ولا الشمال لا لنزامه بقول لكم في أطفال كثيرة أو لغاية شهر السابع يستخدموا ديهم الاتنين زي ما هم في أطفال لغاية نهاية التامن يبتدوا يفضلوا إيد في أطفال ما يفضلوش إيد إلا بعد نهاية السنة الأولى في أطفال بعد ما يفضلوا إيد يعني عند مثل شهر التاسع والعاشر والحداشر والاثناشر وقتها يستخدموا إيدهم اليمين يرجعوا يستخدموا إيدهم الشمال هو إيها اللي تبقى الأساسية خلاص في كل الأحوال في كل الأحوال كل المطلوب من حضراتكم كأم وقب إنكم تسيبوا الطفل يستخدم الإيد اللي يرتح لها نسيب الطفل يستخدم الإيد اللي يرتح لها يعني إيه؟ يعني بلاش تجبروا الأطفال على استخدام إيد معينة هو في ناس يا دكتور محمد بيعملوا حكاة دي ده في ناس كتير قوي بيعملوا كده ترجمة نانسي قنقر